حسب التقديرات الرسمية بتاعة الشركة السودانية الموارد المعدنية في الفترة من 2012 لحدي 2020 الفارق بين الأرغام بتاعت المنطج والمصدر بتصل لـ 30 طن طيب ده بحسب التصريحات الرسمية نفسها ما في تفسير غير أنه التلتمية التندي تم تحريبها وفي شهادات على كده في شهادة من الوزير السابق موسى كرامة عليه رحمة الله في شهادة من نائب رئيس مجلسة السيادة السيد حمدتي في شهادة من جبريل في يونو من 2020 حتى يغرى فيه بأن الحكومة عجزة عن تصدي عملية التحريب في شهادة من السيد مبارك أردون نفسه في وقت سابق بأنه ده جزء من عملية التحريب وانشار لعدة عوامل وفي تقديرات سابقة بأنه 3-4 إنتاج الدهب اللي يتم إنتاجه ويتم تحريبه هو طبعا الإنتاج ذاته حجمه لأن جزء كبير أكثر من 80% من الإنتاج ويتم عبر التعدين الأهلي فبيبقى فيه مؤشكلة بتاع الدقة في الأرغام لكن أنا استندت بشكل أساسي للتغارير بتاعة الشركة السودانية المواردة المعدنية اللي هو صدر في 2020 وفيه السنوات والظاهرة ده بالتحديد بدأت بشكل ملحوظ من العام 2012 ومشت بوتيرة متضاعفة يعني حتى وصلنا يعني كانت في زروتها ممكن تكون هي دائما بترتبط بالأوضاع الاقتصادية وصلت في 2017 على سبيل المثال كان فيه منتج حسب الأرغام تحت الشركة أكثر من 107 طن تم تصدير 34.5 طن طيب الباقي مشا وين غضعا ما هيكون تخطى في شكل سبايك وتخطى كاحتياطي للبنك المركزي وكذلك الأمر استمر في 2020 كان مصدر ممكن نكون نخفض غليلا يعني كان تحدث عن في فرقة كبيرة بين 2020 و2011 إذا كان في 2011 55 أو أكثر من 55 طن منتجة تم تصدير 21 طن في 2020 ينخفض بقى من 35 طن منتجة بقى الصادر زي 28 طن طيب دي الأرغام الرسمية اللي هي مرصودة طبعا فيه أرغام أكثر ممكن تكون ما مرصودة وفيه مؤشرات على أنه إنتاج الدهب ممكن يكون أكبر باحتباره السوداني وصنف حالين هو رغم ثلاثة طيب لكن فيه مشكلة في الرصد طيب الدهب بمشوين الدهب حسب التغارير في تحقيقات عالمية عملت وفيه جهات بتاعت التحقق وتتبع اتضح أنه أكثر من 90% من الدهب المهرب بمشي إلى الإمارات وجزء من عمليات التهريب ومخلال العمليات تحت التهريب ومتابعتها جزء من التهريب بمشي إلى الهند وفيه جزء منه بمشي إلى مصر طيب المتابع للسيناريوهات بتاعت التهريب المختلفة بيجد أنه الجزء الكبير من الدهب ده بتم تهريبه عبر المطار المنفذ الرئيسي وفيه جهادات من الجهات الرسمية بأنه الجزء كبير من هذا الدهب بتم تهريبه عبر المطار وحكومة عمر البشير كانت ساعد للتصدي للموضوع هذا خاصة من 2016 اتبعت الخطورة بتاعت الموضوع هذا باعتباره نصف على الاقتصاد طيب وأتخيل من 2016 حكومة البشير جاءت الحكومة الانتغالية أنه الناس ده لحد الآن ما قادرين اضبطوا الكاميرات الموجودة في مطار الخارج لماذا لا تستطيع الضبط؟ طيب من الواضح جدا أنه عملية تهريب الدهب مربوطة بمجموعة بتاعت مصالح عبر الأنظمة ودي حريصة على أن مصالحها تكون مستمرة بغض النظر عن النظام الموجود وإيه شخص يعرغل هذه المصالح بيبقى بتتعارض كيف عبر الأنظمة في رأيك؟ طيب عبر الأنظمة بمؤشر بسيط أنه كاميرات بتاعت مراغبة في مطار الخرطوم اللي هو المنفذ الحيوي والرئيسي في السودان من 2016 حد 2011 اللي هو دافع عهد البشير وبعده اللي هو سنتين أو أكتر من سنتين بشوية في عهد الفترة الانتغالية ما قادرين نضبط الكاميرات أو ما قادرين نضبطوا الكاميرات بتاعت المراغبة ويوجدوا معالجات لعملية تهريب الدهب عبر مطار الخرطوم طيب ده بيشير لأنه لحكومة البشير للحكومة الانتغالية جاد بعدها للمجلس العسكري استطاعوا حل المغضلة معناته فيه مجنوعة هي لديها الغدرة والمغضرة على العمل مع تغير الأنظمة